خلال زيارتي لشركة مصر الغز والنسيجة وصباغ البيضاء بكفر الدوار أجرى وزير قطاع الأعمال العام محمد شيبي جولة تفاقدية لمشروع تطوير المجامعة الصناعية وذلك بحضور محافظ البحيرة جاكلين عازر وشدد الوزير محمد شيبي على ضرورة تكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة لرفع معدلات التنفيذ وضغط البرنامج الزمني المحدد لسرعة إنجاز المشروع أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغز والنسيج في إطار جهود دعم التصنيع المحلي تفقد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أعمال التشغيل التجريبي لكافة الوحدات الانتاجية بمصفات ميدور لتكرير البترول بالأسكندرية في ظل الانتهاء من التوسعات الجديدة والتي زادت انتاجيتها لتصل حاليا إلى 160 ألف برميل يوميا وتوفر الآن 25% من إمدادات البنزين والسولار للسوق المحلية في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط محققة مكاسب أسبوعية تجاوزت 3.5% بفضل بيانات اقتصادية إيجابية صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 63% لتصل إلى 79 دولار و 66 سنة للبرميل عند التسوية كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 85% لتصل وتحقق ما قيمته 76 دولار و 84 سنة للبرميل في المقابل ترجعت أسعار المزيد عالميا بنسبة 49% لتصل إلى 2.34 دولار للتر وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 75% لتسجل 2.14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن صناعة السيارات بصين أخذت منحة صعوديا حيث زادت من إنتاجيتها ومبيعاتها من السيارات بشكل مطرد في الأشهر السبع الأولى من العام الجالي وفقا للبيانات فقد بلغ إجمالي أنتاج السيارات في الصين من شهر يناير إلى شهر يوليو من العام الحالي إلى ما يقرب من 16.18 مليون وحدة بزيادة وصلت إلى 3.4% على أساس سنوي وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال ونعود إلى زملائي محمد وأدى لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا شكرا لك مصطفو